من خلال اختياراته مثلاً ليه كولر وإزاي كولر يشتغل مع السكواد كاملاً وعمل تطور سريع في أداء بعض اللاعبين ده كان جزء مهم جداً من حصولنا على الدوري. انت كابتل عامل شايف رؤيتك الشملة للدور المصري. رغم في بعض الأخطاء في التحكيم. رغم كمان الصعوبات الكبيرة اللي مررنا بيها من خلال بطولة أفريقيا. كان لها تأثير على الدوري. عايز أكلمك كمان على المؤجلات. إن بعض الناس بتشوف المؤجلات داية أدبانتش أو لصالح النادي الأهلي. أنا شايفها العكس. إنها بتكون ضغوط أكثر على النادي الأهلي. فإجمالي الموسم يا كابتل عامل شفت إزاي. أو إجمالي موسم الدوري العامل. لأن الموسم لم ينتهي بعد. بس يا كابتل هاني. تكمل الكلام الكابتل عادل. الرجل لما اشتغل جه بيذكر من أول دقيقة. من اللي انتهى منه موسيماني أو الأخطاء اللي وقع فيها موسيماني لعدد الاعتماد على 14 لعب. رجل وصف من اعتمد على 34 لعب. الروتيشن اللي كانت مستغربة الناس من طريقة تغييراته هو كان عايز يعرف الناس بإمكانيات فكره ويعرف إمكانيات اللعبة. مين يقنع مين؟ أنا كمدير فني بقنعك بأدائي وإنت بتقنعني إنك تبقى موجود في الملعب. يمكن الكابتل عادل اللعبة 4-3-3. وجت وقت من الأوقات عرفنا إن كولر غير طريقة لعب النادي لها تبقى 4-1-4-1 عن طريق مروان عطية. بقى عنده لعيب بيقدر يجيد الحتة دي وعمل مهام هجومية الحمد فتحي اللي هو شده الاستركر الخفي. وشفناه في امبراط الزمالك راجل بقى بيشتغل من العمق بيشتغل كويس قوي. ما دي النقطة عايزة ناشك فيها برضو أدوار جديدة على لعب النادي الأحلي. يعني ما كناش يعني قبل كده كنا بنشوف إن حمد فتحي هو لعب ستة ستة. ستة. سهلاس تمام؟ ده دي أدوار جديدة. تتكلم بوجود مروان خلاص بقى عندك راس مسلس الراجل ده اللي قدام السردباكين بيقوم بمهام الستة. شفنا اليو ديانج بيزيد بيبقى تمانية. بزفت من الأوقات. بيشتغل مع بيرستو محمد هان. كمان. عندك حسين الشاحات من من رايت وينج. لقنا ليفت وينج. وبشكل أكتر من رائع. بشتغل صنع العاب السست من تحت الفراودة. فكل ده شغل شغل احتاج وقت شوية لكن يعني ظهر بشكل بشكل أكتر من رائع. بص يا كابتن يعني. كل الكلام ده تقوله ساعة القرار اللي خده كابتن محمود الخطيب راحت اللعيبة اللي كان التلحم والمواسم في بعض. كان لازم القرار الجريء. فوجود مدير فني بقى ذاكر وقال لك أولا ما جيت كلموني على المباراة الزمالك ورجل أنجز ببرونوسافيو الهدف اللي كسب فيه السوبر ابتدى بقى يذكر اللعيبة ويعرف هو عايز ايه. طور من أداء محمد هاني الفردي. صحيح. والحمل البدني الهاني كان بيبقى في معدل عادي. لقينا هاني بيلعب لغاية المية وعشرين دقيقة. صحيح. شوفنا في كاس العالم الآن ده. آآ التطوير الأداء اللي ظهر لمروان وديانج وحمد فتحي والسولية. أهم واحد يمكن حددك وقلت الكلم ده في البداية أفشا. صحيح. أفشا عمل اللي الراجل عايزه. عايزك تسعين في المية في الحتة الدفاعية وعايزك مية وخمسين في المية في الحتة الهجومية. ما فيش حاجة اسمها الكرة معاك بتبقى إيجابي. والكرة مش معاك ماليك شدور. لا. بيعرف يجمع بيكون الأدوار دي كلها. اللي كان بيخش بيبقى عارف ان الراجل ده عايز منه حاجة معينة. ما فيش لاعب كان موجود مع كولر ما استفدش من إمكانات الراجل. أشهر واحد للكلام ده هو بيرس تاو. قال لك أنا عايزه أشوفه خافف تماما عنده شفاء تامن من إصابته. أداءه ما بقتش تقدر تستغنى عنه. من ناحية الشمال من العمق من الشغل أطراف النادي الأجناحة النادي الأهلي بقى لها إيجابية أكتر من الجزء بتاع نص الملعب. إذا كان تاوى عبدالقادر ولا طاهر ولا حسين الشحات. في نفس الوقت الراجل قال لك أنا ارتضيت باللي موجود عندي والاستقطاب اللعيبة اللي نقصاني وهو كان عنده تلات أربعة لعيبة جابهم وقال لك الفرود ما كانش موجود. وأما نيجي للانتقالات الصيفية أبقى أجيب الفرود اللي أنا عايزه. وأقف على مستوى كل اللعب من لعبة نادل أهلي. قال لك الحتة الدفاعية أنا عايز اللعيبة اللي تحضر وتشتغل زي محمد عبد منعم زي متولي. بقى في غيرة بقى إطرامي. بقى في ياسر بقى في حخارد عبدالفتاح. بقى كله عايز يمسك في المكان ما يسيبهوش. والراجل شغال مع جهز عارف يشتغل كويس قوي. اندويا بالحتة بتاعت الأحمال. جامبريلي بالحتة بتاعت التثبيت ما بينه. ما بينلعب تقريب الخطوط من بعضها وتدفئة الخطوط ببعضها. ميكيلي أو ميكيري اللي هو كان بيحلل الأداء. بيديه تقرير كل المنظومة يا كابتن. يعني كانت للنجاح أكثر من 150%. أنا معايك وهروح لكابتن عادل. طبعا كلها منظومة وكلها عملية بزبط.